أنا وعم بسمعها كلها عم بتقول ضغري عندي السؤال لأنه فيه ميوزيشن أكيد ما طرور يكونوا ما بيشكروا رابهم أو ما مركزين على الله بس بيعرفوا أنه الله موجود بمال ونحنا وحياتنا ونجاحنا ومساقتنا بمال انت قل بشكر الرب رح انتقل ونط ضغري ارجع أنه انت من انت وصغير هيك بتحب الرب وبتعشقه ومقدر الرب وكل نجاح لإلك بتلاقيه أنه منه أو انت صار في شي بحياتك بوقت معين تاليوم عم النط وتقول أنه بتشكر الرب لأنه فيه ناس بتعرف أنه الله موجود بالسماء منحترمه بس نحنا زكينا وقوتنا وموهبتنا هل فيه محل يمكن كنت مسيحي عت تذكره وصرت لا عم بتنبش عشيه أقوى إذا هو موجود أو لا هلأ أنا بتذكر أنا وصغير أول ما بلشت يعني ميوزيك وهيك كنت وصلت عمر شي 13 أو 14 كنت شوف كنت روح على الكونسروباتور وشوف كتير تلميز متقدمين شوية عني ويدقوا إشيه كتير حلوة وأنا ما كنت قدر دقها يعني صراحة ووقتا كنت روح إلهم أنه علموني هؤل إشيه كانوا هيك يستلشقوا فيي ويضحكوا علي شوية بس المهم أنه كنت أدايع بها الناحية لأنه أنا كنت أتمرن كلاسيك الميوزيك ما كنت كتير حب الكلاسيك الميوزيك بحب المودرن أكتر وهني كانوا يدقوا المودرن ميوزيك وهيك كنت نبهر منه سوري بس بدي أقول تما الناس تتغلبت أنه رقم المدرسة أرادية عم يمروا على الهوة لكل الأشخاص بيحبوا يتصلوا فيك موجود هيدا الرقم تسجلوا أساميون وهيك بقى أنا بشجع الكل أنه يتصلوا بس أكيد رح نرجع نحطه بالآخر نحنا بالزلقة هي موقع المدرسة أكيد رح نخبر عنها بس سوري قطاشتك بس تما يتغلبطه فترجع أنه كنت بوقتك كنت دايق من هالنقطة تحديدا أنه أنا بحب الجيتار بس دايما في الأشياء اللي بحبها على الجيتار ما عم بقدر دقها ففي مرة كنا بالكنيسة وهيك وكان عم بشجعنا هونيك يعني الراعي الكنيسة عم بشجعنا عم بقول أنه فيك تحكي مع الرب بكل بساطة يعني فيك تطلب منه شو بدك وهو ربنا بيسمعك يعني وكنت صغير بوقتها ولقاطت هالشغلة وقلت له يا رب أنا بدي أنه كتير بحب الجيتار وبدأ أنت بدي صير أنا أنه شاطر بالجيتار وبدأ أتعلم كل هود الأشياء الحلوة اللي بدأ قوة رفقاتي بالكونسرفاتور وهيك المهم أنه قطعت فترة هيك تقريبا عمر الخمسة عشر ستاعش فتح ربنا باب قدامي تأتعرف على ناس كتير قوية بالجيتار وكانوا مثل هني يعني مثل الأخوة لقلي وكانوا عم بعلموني يعني بطريقة كتير بمحبة كانوا عم يعطوني كل شي بيعرفوه وهون كان عندك عشاء لأ الله ضغري يعني ولا مرة بعدت ما كنت أنه أنت صغير بالعمر شوية بعدت وشيت أو ضغري هون كنت ضغري معلق بالرب وعم تحكي معه وتصلي هلأ هو حبي للرب يعني هو بلش بلش تقريبا من يعني وقت وعيد من 12 سنة لستعشر سبتعشر سبتعشر كنت كتير حب الرب وحب أنه دق جيتار مثلا دق تراتيل وهيك المهم أنه قطعت فترة قطعت فترة بحياتي بعد يمكن عمر 18 أو 19 بلشت ضيع هوني بطلت أعرف شو بدي بالحياة يعني بطلت عارف إذا الجيتار فعلا أنا لازم أشتغل فيه وطوره أكتر بطلت عارف إذا هذا موهبت الحقيقية بطلت عارف إنه شو الإختصاص اللازم أعمله بحياتي كنت ضايع يعني ما كنت عارف شو كان فيه كتير options وعفكرة عملت يعني كذا اختصاص غير الجيتار ونجحت فيهن بس ما كانوا هن الباشن طبعي بس هون كنت بهال مرحلة بعيد عن الرب هون لأنه صرت لقي حالة تدريجيا بعد يعني تدريجيا هيك يفوت بالعالم أكتر شفوت مع أصحابي أكتر بأجواء العالم كنت تحب هون تحس إنه لأن بلشت تعرف كتار أكتر على موك ناس بروفاشنل كنت تحس إنه بلشت تروح أكتر تطلع بالشهرة من ما إنه مركز عرب كنت تتقدروا قبل وصرت مرات تحس إنه بيقوتك وبشهرتك أنا عم جرب أسألك تلعام يسمعك يقدر يعرف لأن في كتير أشخاص تمروا بهول الأمور لا بوقتها أنا ما كانت عندي هذه الشهرة يعني كنت بوقتها بعدني كجيتار بلاير ما كانت ويت هالقد يعني بعدني ذاكر إنه كان عندي مشكلة بقصة إنه في دايما في شي ناقص بحياتي يعني دايما تحس إنه كأنه في بوزل وفي قطعة كبيرة ناقصة هاي المشكلة كانت يعني كنت دايما برم عليه وبرمت على الرب كتير صرت أقرأ كتير ديانات أخرى وصرت أقرأ كتير إشياء وأسمع من كتير ناس واخد رأيهم ودايما لقي إنه في شي ناقص كنت تفتكر يمكن إذا نجحت أكتر بالجيتار هيدا بيتعبى هيدا الفراغ أو يمكن إذا مثلا إذا تعرفت على الإنسان المناسب بحياتي بتعبيه للفراغ أو يمكن إذا عملت اختصاصات ونجحت وممكن يتعبى هيدا الفراغ بس بعدين اكتشفت إنه لأ ما كان يتعبى هيدا الفراغ لحد ما إجا نهار هيك هو مفصلي بحياتي يعني هيدا النهار كنت قاطع بظروف صعبة بحياتي يعني بعضي بنذكر وقتا كنت كاسر إيدي وكنت فاكش إجري ما بعرف لي كل هالإشي قاطعي دي وقتا بس تعرفت على شبيبي هني بالكنيسة وهيك كانوا عم يحكوا عن كيف إنه تتواصل مع الرب وكيف تحكي معه وتسمع صوته استغربت إنه شو تسمع صوت الرب فشجعوني يقولي إنه أنت فيك تواصل مع ربنا أنه تسمع صوته من خلال بس تقرأ بالكلمة بالكتاب المقدس كيف إنه الإنجيل بغير لك حياتك وربنا بصير يتعامل معك شخصيا أنا قبل كنت إنه دايما حب صلي وحب الرب وكذا وأحكي معه بس ولا مرة أنه سامع صوته يعني ولا مرة مش سامع صوته إنه حاسس إنه جوابني يمكن إنه جوابني بطريقة غير مباشرة بس ولا مرة حسيت فيها وقتها شفتهم لهودي الشبيبة يعني اللي هنا هلأ أصحابي شجعوني على هيدا الشي كتير قالوا لي إنه يلا خد خطوة إيمان وهيك وسلم حياتك للرب وهو ربنا رح يفتح البواب قدامك هلأ أنا كان عندي مشكلة صدق صدق إنه أنه فيك تعيش حياة حياة الأداسة أو حياة البر أو أنه تمشي مظبوط مع الرب بعالمنا هيدا لأنه كله مليان كذب كله تحايا ولو وأنا كنت هك أنا أنا غمز بهذا العالم وفتت فيه وحسيت أنه تلاقي مرات إشياء كتير صعبة تعملها يعني بس بعدين وقتها شجعوني هؤدي الشباب قالوا لي أنه بتذكر بعدني بتذكر أنه قالوا لي آية من الإنجيل أنه من ترك يسوع بقول من ترك حقلا أو أبا أو أما أو أخواتا من أجلي فسينال أضعافا في هذا الزمان وفي الزمان الآتي وتسمعت هالآية كأنا يمكن سمع شي مليون مرة قبل بس بس بوقتها يمكن هيك مثل كيف سهم بسيب الهدف حسيت أنه أنه فعلا الراب هو مهتم بحياتنا يعني حتى لو نحن بدنا نضحي بدنا ناخد قرارات أنه نمشي معه بالطريق معه بدنا نضحي بس هو مقبيلة هو رح يساعدنا رح ييعود علينا رح يأمن لأ أشياء تانية مقبيلة هذه كانت الخطوة المفصلية أنه أنا أخدت خطوة إيماني يعني تشجعت ووقتها سلمت حياتي قلت له يا رب أنا بدي أعيش معك ولأ إلك ووقتها أخدت قرار أنه بعد عن كل الأشياء الغلط بحياتي يعني اللي بيقعوا فيهم الشباب يعني ولقيت أنه كانت مفذكرة كتير صعبة يعني طلعت إيه كتير هيني طلع أنه الرب بيعطيك نعمة بيعطيك قوة بيعطيك هكي بينفخ فيك يعني إذا بدك هكي وفعلا تحررت حسات حالي بحرية بسلام بفرح وفعلا تحررت حسات حساتي